عمل واحد يكفيك الله به شر كل الناس هذا ليس كلامي أيها الأحبة هذا كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام لقد تعهد النبي لكل من يطبق هذه القاعدة أن يكفيه الله شر الناس جميعا استمعوا معي إلى هذا الحديث العظيم يقول عليه الصلاة والسلام من أرضى الله بصخط الناس كفاه الله ومن أصخط الله برضى الناس وكله الله إلى الناس هذا الحديث موجود في صحيح ابن حبان حديث صحيح الحقيقة هذا الحديث أيها الأحبة إذا طبقته أخي الحبيب يمكن أن يغير حياتك بالكامل لأن حياتنا الآن مبنية على ماذا على رضى الناس رضى فلان فلان لكي لا ينزعج مني فلان 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 هكذا بنينا حياتنا للأسف على رضى الناس ونسينا الله سبحانه وتعالى الذي خلق الناس وخلقنا الله الذي خلق الكون وهو الذي يتحكم بكل ذرة من ذرات الكون ويتحكم بكل شيء هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى نسيناه تماماً لذلك نسوا الله فنسيهم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ما معنى أن ترضي الله بسخط الناس واليوم أيها الأحبة ليس من الضروري ليس من الضروري أبداً أن تنعزل بنفسك عن الناس وتغضب الناس وتخالف الناس ثم تقول أنا أرضي الله سبحانه وتعالى واليوم أخي الحبيب ليس من الضروري أنت أن تسخط الناس جميعاً وتقول أنا أرضي الله لا الحديث لا يقول ذلك يقول لك إذا طبقت تعاليم الله عز وجل بعض هذه التعاليم لا ترضي الناس لأن الناس تحب أن تتبع الشهوات يعني مثلاً أنا لا أحب التدخين لأنه يغضب الله لأنه يؤذيني والله سبحانه وتعالى يحبني ويريد لي الخير لذلك أراد أن يبعدني عن هذا الدخان لأنه شر ويسبب سرطان الرئة ويسبب أمراض كثيرة طيب بعض الناس قد يغضبون أنا لا أبالي أنا لا أستطيع أن أجامل إنسان أن أقدم رشوة لإنسان من أجل أن أرضي فلان لأن هذا يغضب الله والنبي لعن الراشي والمرتشي وحتى الرائش بينهما والنبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فأنا غير معقول أنني آكل الربا لأرضي فلان غير معقول أن أستمع الأغاني أو أشرب الخمر لكي أرضي فلان أو فلان إذن أنت عندما تسلك سلوكا عنوان هذا السلوك رضى الله سبحانه وتعالى متى الله يرضى عنك عندما تطبق ما أمرك به وتنتهي وتتجنب ما نهاك عنه تكسب رضى الله سبحانه وتعالى عندما تبحث عن الأشياء التي ترضي الله يعني أنا اليوم مثلا أحب أن أحافظ على الصلاة في وقتها الصلوات الخمس حتى لو فلان غضب مني أو فلان لم يعجبه ذلك أنا ينبغي أن أحرص على رضى الله وأخبره بذلك يجب أن أخبره وأقول له أنا أرضي الله بهذا العمل ولن تكون أنت بالنسبة لي أهم من الله لأن الله هو الرزاق الكريم ذو القوة الكريم ذو القوة العظيم ذو القوة المتين سبحانه وتعالى الله هو القوة المتين فأحيانا صاحب العمل يأمرك بترك الصلاة طب هل ترضيه وتسخط الملك سبحانه وتعالى الذي أصلا هو خلقك عز وجل هنا البلاء هنا الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل فإذا أخي الحبيب الله عز وجل يضعك في مواقف ليختبر قوة إيمانك هل ترضي الله أم ترضي الناس هذا هو ملخص الحياة أصلا الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور خلق الموت وخلق الحياة من أجل هذا الابتلاء ليختبر قدرتك على أن ترضي الله مقابل ألا تغضي بالله وترضي الناس يعني إذا تطلب رضا الله منك أن تسخط الناس لا أسخطهم لا مشكلة المهم أن أرضي الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يعني أنت اليوم رسالة على الموبايل تأتيك رسالة فيها معجزة قرآنية أو نبوية مثاليا مدتها لا تزيد على ثلاث دقائق مقطع فيديو لماذا لا ترسل هذه الرسالة أو هذا المقطع الفيديو لجهات الاتصال لديك أو من تستطيع أن ترسل لهم وترضي الله بهذا العمل فادعوا الله مخلصين له الدين هنا يبدأ العقل والشيطان فلان ربما ينزعج من هذا المقطع فلان ربما كذا فلان ربما يقطع علاقتي معه إذا عارف أنني أنا مثلا أرضي الله فلان فلان يبدأ الشيطان فيمنعك عن الدعوة إلى الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هنا الاختبار أخي الحبيب هل ترضي الله من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله ما معنى كفاه الله الله قادر أن يكفيك شر الناس قادر أن يكفيك الرزق فلان هددك سأقطع رزقك إذا كنت ستصلي هناك بعض الناس في دول غير إسلامية يكرهون الإسلام ولديهم عمال مسلمون فيمنعونهم من الصلاة أثناء العمل فالعامل هذا يقول أنا مضطر سأترك الصلاة ويمكن أن يقضيها آخر ليل مضطر أن أرضي هذا الرب العمل هذا صاحب العمل ولو أنني أغضبت الله لا مشكلة المهم أن أرضي لكي أحافظ على لقمة العيش مع العالم أن لقمة الذي يطعمك ويطعمه هو الله الذي يرزقك ويرزقه هو الله هذا الغباء بالفعل الذي يرضي الناس بسخط الله لا يجب أن تقول الله سيكفيني هم الرزق وسيهيئ لي عملا أفضل من هذا وأنت هو الخاسر على فكرة هو الخاسر ولست أنت ربما تركك لهذا العمل ببركة تركك لهذا العمل يفتح الله لك أبواب الرزق أبواب واسعة لم تكن تحتسبها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ماذا من حيث لا يحتسب يعني كل حساباتك لم تحسب هذا المجال من مجالات الرزق الله يسوق لك هذا الرزق النبي ماذا قال أيها الحب؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه إذا تركت شيئا لا تريد به إلا رضى الله لا تريد به إلا وجه الله عوضك الله خيرا منه ماذا تريد أحسن من ذلك؟ من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله الناس وكفاه شر الناس ويكفيه الله يكفيه طيب ومن أسخط الله سبحانه وتعالى برضى الناس ماذا؟ وكله الله إلى الناس اذهب وخذ أجرك ممن عملت له هذا الذي ينفق عليك اليوم في الغد قد لا ينفق عليك قد يطردك هذا الذي حرست على إرضائه قد ينقلب ضدك قد يتركك ويذهب إلى شخص آخر من الذي سيبقى لك؟ لا يبقى لك إلا الله سبحانه وتعالى سيتركك الله وشأنك تصور أن إنسان وكله الله إلى الناس قضية صعبة جدا والله أيها الأحبة ستتراكم عليه الهموم سينسيه نفسه نسوا الله فنسيهم فلذلك أخي الحبيب إياك ثم إياك أن ترضي الناس بصخة الله أنت التزم بما أمرك الله به والإسلام دين جميل جدا ودين حيوي ودين يدعو للتحرر والحياة الكريمة والحياة السعيدة والإسلام لا يمنع أن تمارس كل متعة الدنيا التي أحلها الله لك الإسلام دين جميل وبسيط ليس كما يظن البعض يعني دين معقد وصاحبه ينعزل بنفسه لا لا أبدا أنت اجعل سلوكك في هذه الدنيا عنوان هورض الله يكون عنوان حياتك هو كيف أرضي الله تنام وأنت تفكر كيف أرضي الله تستيقظ وتفكر كيف ترضي الله سيكفيك الله شر الناس سيكون الله معك يدعمك يؤيدك يحفظك يحميك من شر الناس إذا أراد أحد أن يضرك الله لا يوفقه لذلك يهيئ لك الأسباب التي تحميك منه أختم بقصة جميلة جدا من القرآن الكريم لذلك الرجل الذي آمن من آل فرعون وكان يكتم إيمانه كان ينصح قومه يا قوم يا قوم كذا فتآمروا عليه وأرادوا قتله ماذا قال آخر شيء قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذا دعاء الوقاية من المكر من المكر السيء الوقاية من شر الناس وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ماذا كانت النتيجة مباشرة جاء الجواب فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله حفظه الله وجعل بينه وبين مكرهم وقايا حاجزا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أنجاه الله والعذاب أحاط بمن بآل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرضون الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الناس وأن لا يكلنا الله إلى هؤلاء الناس وأن يكفينا الله شر الناس إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته